مرحبا يعطيكم العافية انا زميلتكم الائع ليوة وان شاء الله رح اكون معكم بشرح لمادة الموليكيلور بيولوجي مادة الموليكيلور بيولوجي هي مادة جدا ممتعة ومسلية وخفيفة تحكي بشكل عام عن الستركتور للارج مولكيول سواء كانت هاي مولكيول ليبت سواء كانت كاربوهايدرات سواء كانت بروتيينز حكينا عنهم بمادة البيولوجي بشكل مبسط ولكن خلال مادة الموليكيلور بيولوجي رح نحكي عنهم بشكل أوسع رح نحكي عن الديتيلز لإلهم برضو رح نحكي عن الكلاصيفيكيشن رح نحكي شوي برضو عن الفنكشن طبعا خلال هاي المادة رح نحكي بشكل أساسي عن الكاربوهايدرات ما يقارب أربع محاضرات رح نحكي عن الليبت تقريبا كمان أربع محاضرات والبروتينز رح نحكي عنها ثلاث محاضرات هاي بالنسبة لمادة الموليكولور بيولوجي هلأ في عنا البايو كيمستري بايو كيمستري هو عبارة عن علم جدا واسع جدا ضخم بيتضمن عدة مواضيع وعدة علوم منها السيل بايولوجي وبرضه الموليكولور بيولوجي وبرضه الجينيتكس طب ايش علاقة الموليكولور بيولوجي بالبيو كيمستري مادة البيو كيمستري بشكل اساسي بتحكي عن الميتابوليزم بتحكي عن ايش عن الفود طب ايش يعني ميتابوليزم الميتابوزم اللي هي عبارة عن إيش عن مجموعة من الكيميكال رياكشنز كيميكال رياكشنز يلي بتصير داخل جسم الإنسان وهاي التفاعلات الكيميائية يأما بتكون أنابوليزم يأما بتكون إيش كاتابوليزم الأنابوليزم هو التفاعل الكيميائي يلي بيحتاج طاقة لحتى يبني بيحتاج طاقة لحتى يبني مثلا أنا عندي الغلوكوز بدي أضيف على الغلوكوز مجموعة فوسفات هذا الربط بين الفوسفات وبين الغلوكوز بيكون بيحتاج طاقة لحتى يبني ولكن الكتابوليزم اللي هو التفاعلي اللي بينتج طاقة لأنه بيعمل على تكسير الجزيئات يعني الغلوكوز ما بيبني عليه بيعمل على تكسير الغلوكوز بيعمل على تحطيم الغلوكوز فبينتج عندي ATP باش علاقة الملكلوربيولوجي بالموضوع طبعا بشكل أساسي لحتى نفهم الميتابوليزم لحتى نعرف كيف بيصير عنا الأنابوليزم لحتى نعرف كيف بيصير عنا بناء الروابط لحتى نعرف كيف بيصير عنا هدم لهاي الروابط لازم نكون عارفين والستركتور والستركتور إن شاء الله رح نعرفه ونفهم وندرسه كتير منيح خلال مادة الملكلوربيولوجي برضه مادة البيكمسر بتحكي عن الفوتز اللي بنتناولها من المصادر الغذائية سواء كانت هاي الفوتز أوكسي دايزابل تكون قابلة للأكسدي أو التحطين زي الكاربوهايدرات زي الليبيز أو البروتينز هذو العبارة عن بوليمرز بتكونوا من المونومرز أو الوحدات البنائية الصغيرة المكوينة لإلهم النون أكسي دايزابلز اللي هي زي المينرال زي الفيتامينز وزي الووتر طيب حكينا أول إشي بالمادي رح نحكي عن الكاربوهايدرات قريباً من ثلاث لأربع محاضرات رح نحكي عن الستروكتر الكاربوهايدرات الكلاصفكيشن أنواع الكاربوهايدرات طيب إيش يعني أول إشي الكاربوهايدرات الكاربوهايدرات هي عبارة عن organic compounds طبعاً لأنه بشكل أساسي بالستروكتر تكون تحتوي على العنصر الكاربون composed of carbon hydrogen and oxygen يعني بتتكون من الكاربون من الأكسجين ومن الهيدروجين اللي هي H2O يعني بشكل أساسي عندنا الكاربوهايدرات بتكون من الكاربون مع H2O carbo يعني carbon hydrates يعني hydrogen and oxygen اللي هي تكون إيش H2O they generally have the common formula CH2 مضروبة بأعدد صحيح من الأرقام حيث أن هذا العدد الصحيح أقل إشي كم لازم يكون ثلاث يعني إيش بنستنتج من الحديث بنستنتج أنه عندنا الكاربوهايدرات عبارة عن large molecules بتكون بشكل أساسي من الكاربون من الهيدروجين من الأكسوجين لازم أقل نوع من الكاربوهايدرات أو أبسط نوع من الكاربوهايدرات بيحتوي على ثلاث كاربونات بشكل أساسي ما في عندي كاربوهايدرات فيه كربونة واحدة ما في عندي كاربوهايدرات فيه كربونتين لازم أقل إشي يكون فيه كم كربونة ثلاث كربونات يلي هو إيش بيكون الأبسط نوع من السكر الوحدات البنائية الصغيرة المكونات لها المونومر ايش منسميها المونوسكرايد منسميها المونوسكرايد او اللي هي ايش السيمبل شجر طيب هلا السيمبل شجر او المونوسكرايد انا بعتبرية اما بيكون ويقولنهم Ruby hydroxy ketone او polyhydroxy aldehyde ال poly hydroxy ketone أيضا الي هي نفسها ال ketose او keto sugar نتفق لهذه المسميات من البداية O polyhydroxy aldehyde او eldo sugar او oudihide هتول برضه نفس المسميات نشوف ايش الفرق فرق ال poly hydroxy ketone او ketone sugar او acne الدشوغر الي هو ايش ال polyhydroxy aldehyde طيب هلأ سواء كان عندي Aldehyde Sugar أو Ketone Sugar الاثنين بيشتركوا بأنهم بيحتووا على الكربونيل جروب ايش يعني الكربونيل جروب؟ يلي هي عبارة عن Carbon Oxygen Double Pond عبارة عن رابطة ناقيدكم بين الكربون وبين الهايدروجين Aldo Sugar والKeto Sugar بيشتركوا بوجود الكربونيل جروب ولكن Aldehyde بيحتوي على R Group واحدة وهيدروجينة بينما الكيتوز بيحتوي على TNTN R Group ايش هي R Group؟ هي عبارة عن مادة بتحتوي على الكربون بشكل أساسي يعني ممكن تكون RCH3 ممكن تكون CH2OH مادة بشكل أساسي بتحتوي على عنصر الكربون نعيد اللي حكينا حكينا في عنا الكربوهايدرات عبارة عن Polymers بيتكون من المونومرز او الوحدات اللي بتكون هي عبارة عن المونوسكرايت هاي المونوسكرايت او Simple Sugar بعتبرها يأما بتكون Aldo Sugar يأما بتكون Keto Sugar Aldo Sugar والKeto Sugar الاثنين بيشتركوا بوجود الكربونيل جروب بينما Aldo Sugar بيتميز بوجود R Group واحدة وهيدروجيني واحدة أما الكيتوز بيحتوي على TNTN R Group TNTN R Group هلا رح نبدأ نحكي عن الكلاسز للكربوهايدرات Classification of the Carbohydrates according to Hydrolysis بس بدلا نحكي عن الكلاسز اللي لقلها بناء على تحطيمها او بناء على تفككها اول اشي يأما بتكون ايش Mono Saccharide يأما بتكون Diaccharide يأما بتكون Olegosaccharide يأما بتكون ايش Polysaccharide نيجي اول اشي على المونوسكرايت المونوسكرايت هو ابسط نوع الكربوهايدرات موجود عندنا طبعا بيتكون من 1 unit sugar زي ايش مثال عليه زي الجلوكوز اللي هو حكينا من 1 sugar unit يعني لحد 6 كربونات معك من 3 كربونات ل 6 كربونات ما في 2 لانه حكينا ما في كربوهايدرات في كربوناتين بس يأما من 3 ل 6 وممكن 7 او ممكن 7 نيجي على الداياسكرايت الداياسكرايت contain 2 sugar unit يعني بيكون عندي مونوسكرايت ارتبط مع مونوسكرايت ايش اعطاني دياسكرايت زي ايش زي المالتوز اللي هو عبارة عن غلوكوز مع ايش مع غلوكوز هاي عندي هون مركب غلوكوز ارتبط مع غلوكوز بواسطة رابطة بنسميها الـGlycidic linkage رح نحكي عنها برضو المحاضرة الجاي اعطاني ايش اعطاني اعطاني الداياسكرايت اللي هو ايش مالتوز الـOligosaccharide اللي هو من ثلاثة الى عشرة زي ايش زي الرفينوس طبعا هاد ايش بنسميه chemical reaction انا بكون عندي هون مواد متفاعل اللي هي substrate بعطيني ايش product بعطيني نواتج زي ايش زي المالتوز هاي متلعة الـ chemical reaction طيب والـPolysaccharide contain more than 10 sugar units زي ايش زي الـStarge زي ايش زي اللي كوجين الموجود بالحيوانات وستارge الموجود بالنباتات هلا اللي كلاسز كلاتهم رح نحكي عنهم اول اشي رح نحكي عن ايش رح نحكي عن المونوسaccharides المونوسaccharides طب ايش هي المونوسaccharides حكينا they are the simple sugar that can't be hydrolyzed into smaller run هي ابسط نوع على الكاربوهايدرات موجودة بتتكون من ايش من one sugar unit رح نصنفها بناءا على شغلتين الشغل الاولى بناء على number of carbon atom بناءا على عدد درات الكربون والشغل الثاني بناءا على functional group الموجودة لها دعنا نحكي اول اشي عن عدد الكربون تريوسيس تحتوي على ثلاث درات كربون تيتروسيس اربع كربونات pentoses خمس كربونات وهيكسوس ست كربونات زي ايش التريوسيس تحتوي على ثري كاربون اطم زي غليسرالديهايد غليسرالديهايد و هي هيدروكسي اسيتوم التيتروسيس تحتوي على اربع كربونات البنتوز زي الريبوز السكريات الخماسية الهيكسوس تحتوي على 6 كربونات زي الجلوكوز هلأ رح نحكي عن امثل عليهم بالسلايدات الجاية هاي التصنيف بناءا على number of the carbon atom ممكن يكون تصنيف بناءا عن functional carbon double bond oxygen ولكن فيه اختلاف بسيط بينهم الالدو تحتوي على R واحدة بينما الكيتو تحتوي على تنتين R group هاي 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 بالنسبة للمونوساكورايد سواء كان في عنا مونوساكورايد رح ناخد علي امثلة الدياساكورايد رح ناخد علي امثلة والبوليساكورايد برضو رح ناخد علي امثلة نبدأ بالمونوساكورايد حكينا بناءا عن functional group بنصنف لشغلتان ياما بيكون elder sugar ياما بيكون ketoshugar نبدأ بال elder sugar يلي بيكون فيه ثلاث كربونات اللي هو ايش التريوس ايش بنسمي بنسمي glycer aldehyde بنسمي ايش بنسمي glycer aldehyde او dehydroxy aldoze خليها شوي هاي هلا حكينا number of the carbon ياما بيكون ثلاثة كربونات ال elder sugar مثل من الامتل عليه هو glycer aldehyde ال ketoshugar dehydroxy acetone dehydroxy acetone هاي ايش ال ketoshugar glycer aldehyde ممكن اسم ثاني dehydroxy مش acetone dehydroxy aldoze يعني صفى عندي التريوس الموجود بالالdehyde اسمه dehydroxy aldoze بالketone اسمه dehydroxy acetone او dehydroxy ketone التيتروس اللي هو ايش بيكون earth rose بالketo earth yulose احفظوا مقطع yulose yulose وينما شفتو هذا بيكون للكيتو sugar oze oze هذا بيكون للالدو yulose بيكون yulose بيكون للكيتو sugar طيب earth rose ايش بنسميه aldo tetrose aldo tetrose والketo sugar اسمه ketotetrose ketotetrose بالنسبة للبنتوز اللي هي ايش زي الريبوز او الالدو pentose ribo yulose بالketo sugar وبالهيكس الغلوكوز والفريكتوز او هنا في عنا glucoz زائد galactose glucoz او galactose طيب احنا حكينا عن الامتل الالدو sugar و الالدو الغلو الغلو اول نبدأ بالتريوس الغلو glyceraldehyde الهو dehydroxy aldo الغلو والketo الغلو dehydroxy acetone ها ما نعتبرهم intermediate in the breakdown الغلوكوز الغلوكوز تكون على عدة خطوات في كل خطوة ينتج عندي مركبات تقريبا 10 خطوات كل خطوة ينتج عندي مركب من ضمن هذه المركبات الناتجة من الغلوكوز يحولها pyruvate 2 pyruvate سوف تأخذها بالبيوكيمستري وحكينا عنها بالبيولوجيا في كل خطوة ينتج عندي مركبات ضمن هذه المركبات التي تكون تنتج عندي الغلوكوز ينتج عندي الغلوكسي أسيتون فهذا يعني الغلوكوز والكيتوشغر يكون intermediates في مركبات الغلوكوز وحكينا أن المونساكرايز الذي يكون لا يمكن أن يكون مركبات ولكن الغلوكوز نعتبر الشاذة عن هذه القاعدة لأن الغلوكوز خلال عملية الغلوكوليسي نحطمه لحتى ننتج منه ATP لحتى تستخدم الكيميكا الموجودة حسنا حسنا المجموع الأخيرة تسمى تلمس النق conclud أتمنى انكم تكتبوه عندكم وهي اشبه بنالتيميت كاربون بنسميها السب تيرمينال او البنالتيميت كاربون واول واحدة اشبه نسميها الـ فنكشنال كاربون هاي الاشياء مهمة اكتبوها يعني هون في عنا الـ فنكشنال كاربون وهنا السب تيرمينال هون التيرمينال كاربون كيف عرفنا ان الـ Glyceraldehyde اول اشي بيتكون من ثلاث كاربونات حكينا ايش صغته الـ Glyceraldehyde بيكون بيتكون بيتكون من مجموعة الكاربونيل ومن R واحدة وبيتكون من ايش من هيدروجينة طيب هاي كلية ايش بتكون الـ R group اذا هاي لاناها والـ H هايها موجودة هاي هاي الـ Functional انتبهوا Functional Carbon هاي هاي الـ Functional Carbon والـ Oxygen هاي الـ Oxygen والـ Hydrogen هاي الـ Hydrogen فهذا اش رح يكون الـ Glyceraldehyde طيب هاي دي من وين اجت؟ طيب بحكي لكم في عنا دي فورم ايش بالـ L-Form كيف بدي احددهم؟ بتطلع على Penultimate Carbon أو Subterminal Carbon اللي هي فوق الاخيرة بتكون اذا كانت لليمين ايش بتكون دي؟ اذا كانت لليسار يعني Left بتكون ايش L-Form هاي وين لليمين اشبتها تكون D Glyceraldehyde سهلي صح؟ اكيد سهلي ولكن هون لو نتطلع هاي نفس المراكبة كرباني كربانتين ثلاثة اما بدي يكون Glyceraldehyde أو Dehydroxy Acetone كيف بدي اميز هلا؟ بناء على الشكل أو الـ Structure اللي حكينا بالبداية هون في عنا ايش؟ R-Group هاي هاي كلها R-Group واحدة بعتبرها بعتبرها R-Group واحدة في عنا الكربان الاساساسية هاي وفي عنا الأكسجين وفي عنا الـ Hydrogen سيكون الـ Hydroxy Acetone من النوع اللي هو Glyceraldehyde Glyceraldehyde الـ Hydroxy Acetone سيكون بالقلش لانها على وين؟ لانها على اليسار نيجي على الـ Dehydroxy Acetone حكينا الـ Dehydroxy Acetone أو الـ Keto Sugar بشكل عام بتكون C double bond أو مع 2R Group طيب وين هم؟ هاي بيكون اسمها برضو ايش؟ Primary Group Terminal Carbon Sub Terminal Carbon Sub Terminal Carbon طيب ولكن هاي هون انتبهوا ما بتكون Functional Carbon أول واحدة Functional Carbon وين بالقلد وشجر بالكيتو شجر ما بتكون Functional Carbon هاي كلياتها بعتبرها ايش؟ R Group هاي برضو ايش بتكون R Group وهي بتكون ايش Central Carbon Atom وهي هاي وهي ايش بتكون هاي الأكسجين فصفها عندي هاد ايش رح يكون الـ Structure رح يكون الـ Dehydroxy Acetone D means that OH Group وين بتكون اللي هي على الـ Right الـ When بتكون على الليفتس خلونا نحكي هلا اكزامبل تيتروسيس حكينا عن التريوسيس حكينا اللي فيه لدينا الـ Glycerolgehydroxyacetone حكينا عن الـ Structure رائع لهم هلا بدنا نبلش بالكلاس ثاني أو العدد الكربونات اللي هو ايش بيحتوي على أربع كربونات 4 Carbon Atoms اللي هو ايش الـ Aldo-Tetrosis اللي هو نفسه Earth Rose والكيتو-Tetrosis اللي هو ايش Earth Eulos طبعا هاي الدتائز مش مطالبين فيها لا انكم رح تغطو بالـ Biochemistry بالتفصية خلينا نشوف الـ Structure هذا في الأساسي Earth Rose والEarth Eulos كيف بدي اميز بينهم حكينا اول اشي بنشوف الـ Primary Group بتكون مشتركة سب تيرمينال كاربون سب تيرمينال كاربون سب تيرمينال كاربون هون السب تيرمينال كاربون واللي هي نفسه البنالتيميت كاربون طيب هاي الكربوني هم ما إلها اسم هاي هون ايش بتكون هاي ايش بتكون هاي ايش رح تكون Primary الـ Functional Carbon طيب بنعد اول اش لما يجيكم Structure كيف تتميزوا بكل بساطة بنعد اول اش عدد الكربونات واحد اثنين ثلاث اربعة اذا ايش رح يكون هاد المركب رح يكون tetroises ولكن بدي احدد اذا كان الضو او اذا كان ايش كيتو بشوف الـ Functional Carbon هون لو نلاحظ هون لو نلاحظ هاي كلها R Group double bond C لا كربوني معاها R Group ومعاها هيدروجيني ومعاها O ايش رح يكون الضوغر ولكن هون اذا بنلاحظ هاي ما بتكون Functional Carbon هاي الـ Functional Carbon الـ Functional Carbon الـ Functional Carbon بتكون رقم واحد ولكن بالكيتو بتكون اثنين هاي الاشياء اكتبوها عندكم لانها اسئلة بالانتحان تيجي دائما هاي ايش بتكون هاي بتكون R Group وهاي بتكون هون R Group هون اذا بنلاحظ السبتر من الـ Carbon اللي هي الـ OH اللي معه نعليمين فإيش رح يكون D وهذا يبارى عن كيتو الشوقر فإيش رح يكون Earth يلوز Earth يلوز مش ارث روز ارث روز اللي هو ايش الـ الضوشوقر طيب هلا most physiologically important isomers that can be utilized in the body are the D-form هلا معظم معظم الـ ايزومر اللي بتكون موجودة عادة بتكون بصغة D-form ولكن ممكن naturally in their L-form ممكن تكون موجودة بعضها عادة قليل جدا بال-L-form طيب مثل ايش الارابينوز and الفيوكوز which are components of glycoproteins هاي مهم جدا يعني بجمها بالامتحان ايش السكريات اللي بتكون components of glycoproteins اللي هي الارابينوز والالفيوكوز هاي ايش تلكيبها C6H12O5 الجلوكوز ايش بيكون C6H12O6 هاي ما فرقوا بينهم الارابينوز اللي هو عبارة عن ايش عبارة عن الدوبينتوز الدوبينتوز اللي هو الديهايد خماسي يعني طيب برضو في عندي ايش الالكسليولوز pentose and unintermediate in the metabolism and can be utilized by isomeration into deform انا باستخدم ولا ما بدي اعمل isomerization للديفورم ايش باستخدم الالكسليولوز والالارابينوز اللي هو حكينا اللي هو عبارة عن الديهايد خماسي ولكن الفيوكوز اللي هو ايش بيكون سداسي وبردو هاي ايش حكينا بتكون pentose برضو تكون حماسية اللي هو الارابينوز وين بيكون موجود بالفلوت بيكون طيب هلا حكينا عن التريوسيز والتيتروزز هلا بدنا نبدأ بال pentose مثل من الأشعة الامثل عليهم اللي هو الالدو بيكون رايبوز دي اوكسي رايبوز اللي هو السكر الخماسي المقوص الأكسوجين اللي بدخل فيه تركيب الدي انا الكيتو بنتوز اللي هو رايبو يولوز طيب كيف بدنا نحن نعرف حكينا اول اشي بنا عند عدد الكربونات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا ايش بدي يكون بنتوز بدي اعرف اذا او كيتو حكينا كالكربون رايبوز هذه خمسة cancels جو sub- terminal or يبدو مجموعة الهيدروكسيلة الموجودة stud-terminal موجودة اليمين. هذا سيكون هذا نفس المركب. اين تقشي هون ايش؟ دي اكسي منقوص الاكسجين. فهذا سيكون دي اكسي رايبوز هاد ايش رح يكون رايبوز هون هاد رايبوز هاد دي اوكسي رايبوز اللي هو بدخل فيه تركيب DNA هون إذا بنلاحظ في عنا تنتين ار جروب دابل او دابل بوند معها الكربوني مع اكسجين دابل بوند هاد ايش رح يكون رايبويلوز رايبويلوز برضا سيكون بالD4 الآن البنتوز لها مني فانكشن مثل ايش هاي الفانكشن تدخل بتركيبة الRNA والDNA برضو الاتب جي تي بي اللي هي مثلا الاتب والجي تي بي هي عبارة عن مركبات تحتوي على طاقة عالية انا بستخدمها يعني بعمل لها تحطيم عشان اخذ منها الطاقة عشان اعطيها على الكميكا الرياكشن الموجودة بالجسم برضو رايبوز انتر اندستركتر في كوينزايم اللي هي برضو راح تاخدوها بالبيوكيمستري الكوينزايم زي الناد الفاد الناد بي اندفلافو بروتيينز هاي كلياتها عبارة عن كوفاكتورز برضو بنستخدمها بالكوينزايم يعني بعض التفاعلات الكيميائية بجسم الانسان ما بتمشي ولا بتصير الا اذا كان معها كوينزايمز برضو رايبوز فوسفيت اندريبولوز فوسفيت برضو هاي يعني احفظوا رؤوس اقلام عن موضولة انه هاي كلهات الرياكشن البيوكيمستري هاي مهم جدا ممكن يحكي لك انه ممكن يحكي لك انه انه تركيب الريبيتول اللي هو نفسه فيتامين بي 2 برضو حكينا بالمضيق بيدخل في تركيبة الدي اوني او الار انا و تركيبة الاتب والجي تي بي الكلين زنيمز وحكينا في عنا رايبوز فوسفيت اندريبوليز فوسفيت اللي بيكون انترميديات وهو الريبيتول اذا نلاحظ الاتب يحتوي على الريبوز والقاعدة النيتروجين والريبوز والفوسفات طبعا هلأ هاي الطاقة انا كيف بحطمها هاي الرابطة شايفينها هاي الرابطة هاي اللي هي غنية بالالكترونات فانا بكسر هاي الرابطة بصير عندي VADB فتكون عندي اتحرر طاقة باستخدمها بالكيميك Detroit موضوع الـ Asymmoir Carbon Atom طبعا ايش يعني Asymmetric Carbon Atom يعني نفسها Chiral Carbon Atom يعني الكربوناة يلي فيها اربع درّات مختلفين هاي هوا central Carbon فيه Religion لو نلاحظ Group هون ولا واحد زي التاني هاي عيش نسميها Asymmetric Carbon Atom يلي هي ايش نفسها طبعا انا رح اهتم او ايش بفيدني وجود الاسمتري كاربون اتم رح استخدمه بموضوع الابتكال اكتيفتي وبرده بالابتكال ايزوماريزم هاي هون لو ونرجع هون بنلاحظ هم بالستركبر طيب هاي هي كيرال ولا مش كيرال طبعا كيرل ليش لأنو هاد اريقروب مختلف وهاد اريقروب مختلف وهوما مادة kunne مختلفة وهون اش هي ايش بتكون هاي كيرل كاربون اتم هاي كيرل ولا مش كيرل طبعا هاي بتكون كيرل هاي كيرل ولا مش كيرل ليهي نفسها اسمترير كاربون اتم لأ هاي هي نانج كايرل يعني سيمتريك كاربون اتم لان انا في عندي اتنتين هون درتين متشبهات مع هاي لو نبسطها بتكون هيك و اتش مع القروب الكامل اللي فوقيها وهون في عندي اتش هون في عندي اتش فهي ايش بتكون نانج كايرل يعني ايش سيمتريك طبعا انا بس تفيد من وجودها حكيانا ليش بس تفيد بسبب وجود الايزومارز هون خلينا نرجع برضه طيب هاي كايرل ولا مش كايرل برضو هاي كايرل نفس المبدأ يعني كلهم نفس المبدأ طيب حكيانا انه عندنا الاسيمتريك كاربون اتم بتفيدني بنشاطين مهمين يلي هم ايش الاوبتيكال اكتيفتي والاوبتيكال ايزومارزم طيب بالنسبة للاوبتيكال اكتيفتي طبعا انا هلأ بيكون عندي ايش بيكون عندي ان بولارايز لايت بدي احوله لبولارايز لايت عشان احطه بمحلول بواد täCK ايش بحوله بوازلة البولارايزر في عندي ايش بيكون عادة من اللايت سورز اللي هي خليس اللامبي العادية بيكون في عندي ان بولارايز لايت بدي احوله ل مرررم بايش بال بالبولارايزر فبعد ما احاوله ويصير عندي Polarized Light هاد ال Polarized Light بديفوت على Substance بديفوت على مادة معينة هاي المادة المعينة اللي هي ايش بتكون مادة سكرية بتحتوي على Active Carbon ايش هي Active Carbon بيحتوي على Active Carbon اللي هي ايش نفسها ال Asymmetric Carbon نفسها ال Asymmetric Carbon فوجود هاي الكربونة بتعمل على وجود هاي الكربونة بالمحلول السكري يلي بدي يمر فيه الضو بسبب وجود ال Asymmetric Carbon او ال Active Carbon رح تعمل على حرف الضوء المار فيها يا اما بتحرفه لجهتين يا اما بتحرفه لليمين او بتحرفه لليسر اذا كان الانحراف لليمين ايش بنسميه Dextro Rotation Dextro Rotation او بنرمز له بالاشارة الموجبة اللي هي ايش اختصارها دي دي سمول انتبهوا مش كابتل الكابتل هاي للي اللي هي حكينا عنها فوق اللي هي ايش حكينا Dextro Rotatory ولكن اذا كان الانحراف اليسر ايش بيكون اسمها ليفو رتاتوري رتاتوري ليفو رتاتوري تكون ايش احنا سالبة برضو بيكون اختصار هذي ايش ال small هلأ في عندي انا بس تصير انحراف لليمين او لليسار بيصير عندي زاوية فالجهاز يلي بيص هاي الزاوية ايش بنسمي Polarized Meter is the scientific instrument used to measure the angle of the rotation caused by the passing polarized light through that an optically active substance بسبب مدودها بالماده اللي هي ايش عادة بتكون محلول سكري شرط انه ايش يحتوي يحتوي على ايش الActive Carbon هاي هون Optical Activity حكينا اللي هو ايش it's the ability of the substance اللي هو ايش المحلول السكري to rotate the plan polarized light انتبهوا مش ال ordinary light مش الضول عادي ال plan polarized light either to the right or to the left حكينا انه اذا كان انحراف لليمين بيكون dixtra retatory بنرمز لبال D او البلس واذا كان لليسار livo retatory بيكون بال L small انتبهوا مش كابتل ولا اجا سؤال لانه هاد وبرضو بالاشارة السالبة طبعا هلأ لانه في عنا ايش glucoz glucoz بيحتوي ان شاء الله structure المهمين رح اعطيكم ياهم من بداية المحاضرة الجاي مثلا structure glucoz كم كربون فيه بيحتوي علي ايش 4 asymmetric carbon atom ايش بيكون فراح يكون ايش dextrotation فراح يكون ايش انحرافه لوين لليمين فايش بنسمي dextrose يعني ممكن بدل ما اي مكان لقيت فيه مكتوب dextrose يعني هو ايش بيكون كنايا عن ايش عن glucoz برضو الفريكتوز اللي هو الغلوكوز للتذكير لانكم كونكم لسه اول مرة بدرسوا المحاضرة اللي هو عبارة عن aldo sugar بينما الفريكتوز اللي هو عبارة عن ايش عبارة عن keto sugar كم كربون بيحتوي 3 asymmetric carbon atom it's the levo ريتش بكم مقتان الحراف لوين لليسار بيرمز بيرمز الى او بنسمي levo يلوز هاي هون حكينا في عنا ordinary light في عنا plain polarized light طيب سؤال منطقي انا ليش بختار plain polarized light ليش لانه الضوء بصير بخطوط مستقيمة فانا لو اخترت ordinary light هذا الضوء اصلا مشتت فرح يؤثر على الزاوية يلي رح يقيس هلا ال ال polarimeter هلا مش حكينا انه هلا مش حكينا انه هون بيكون في عنا محلول محلول اللي هو ايش زي السكر بعمل على حرف الضوء لليمين ولليسار فلو كان الضوء يلي بدي يحرف متشتت فاصلا رح يؤثر على مقدار الزاوية اللي بيدي هات تنحرف انا عشان هيك بختار الضوء يلي بيصير بخطوط مستقيمة يلي هو plan polarized light طيب موضوع optical rotation بيش بفيدني optical rotation مهم في معرفة الconcentration of the optic الconcentration of the optically active substances in the solution اللي بدي اعرف من خلالها تركيز هاي الماد الموجودة بالمحلول برضو may be applied for the concentration measurements وبردو اللي اش بتكون مهمة to determine the product وال quality in the food وبردو من خلال industries في هاي الاشياء يعني بشكل عام انا بستفيد من optical activity طيب حكينا عن الموضوع الاول اللي هو ايش اللي اللي بستفيد منه من الاسمتريك carbon اللي هي نفس active carbon حكينا عن الاسمتريك هلا رح نحكي عن الموضوع الثاني طب ايش يعني الاسمتريك بكل بساطة اللي هي بتكون او بتنشأ بسبب وجود عندي الاسمتريك carbon atom هذا بسبب ايش ليش لانه انا عندي اسمتريك carbon atom لو ما كان عندي اسمتريك carbon atom زي اللي هي ايش حكينا الدي hydroxy acetone ما بيكون في دي والفورم ليش لانه ما في عندي اسمتريك carbon atom بالتالي انا لما بدي يكون عندي ال الفورم او ال d form انا ايش لازم يكون عندي اسمتريك carbon atom طب كيف بدي اعرف عدد الاسمتريك carbon atom اللي هي ايش اتنين قوة عدد الاسمتريك اعفو كيف اعرف عدد الايزومار بتكون اتنين قوة عدد الاسمتريك carbon atom يعني مثلا عندي الكلوكوز في 4 اسمتريك carbon atom بالتالي بيطلع عندي 16 ايزومار بيكون عندي 16 ايزومار والفريكتوز في 3 اسمتريك carbon atom بالتالي كم رح يكون فيه رح يكون فيه رح يكون فيه 12 طب خليني ارجع اعطيكم مثال بس طب هون ونلاحظ هون كم اسمتريك carbon atom بعندي بس وحدة هياتها هون فبالتالي هاد ايش رح يكون بيطلع عندي ايش اتنين ايزومار بيكون بس ايش اتنين ايزومار طيب هلا 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 عنا ايش ال ايزومار الهنوعين ياما بتكون constitutional او structural isomer structural isomer نفس المصطلح او ايش stereoisomer طيب ممكن يكون ايزومار عندي ايزومار C6 H12 O6 هلا هاد غلوكوز وهاد غالكتوز اتنين نفس عدد الدرات ولكن ايش بيكون عندي اختلاف بال arrangement اختلاف بالروابط يلي بتكون ها مثلا هون ممكن يكون عندي OH ممكن بالغالكتوز يكون عندي هون OH فايش بيكون بيكون اختلاف بالarrangement او ايش طريقة ارتباط هاي العناصر مع الكربونة فخلينا نشوف الاسومار اللي هي same molecular formula اللي هي C6 H12 O6 different in the compounds او ايش الarrangement of the atoms حكيانا في عنا نوعين في عنا الconstitutional او structural isomars وفي عنا الستيرو isomars الستيرو isomars وال structural isomars بتكون بين مين ومين بتكون بين الدا and keto sugar بين الدا keto sugar فقط الستيرو isomars اللي هي بتكون الدا مع الدا sugar او بتكون ايش كيتو مع keto sugar طب الconstitutional او structural isomars اللي هي ايش مثلا والله زي الغليسر aldehyde ودي hydroxy aceton اذا بتعدوهم بيكون نفس عدد الكربون نفس عدد الاكسجين نفس عدد الهايدروجين ولكن تختلف في الروابط مثلا حكينا functional group بالaldehyde بتكون اول اشي functional group او او functional اتوم بال دي hydroxy aceton بتكون موجودة ترتيبها التانية وهكذا بيكون ايش بيكون ايش بيكون ايش يعني هاي لو نلاحظ هون كانت مثلا واحد اثنين ثلاث اربع هون عندي اربع كربونات هون نقدر رح تاخذوهم هاي الاشياء بال بال في عندي هون اربع كربونات بس ايش اختلاف بال arrangement هاي انه كانت هون على الطرف هاي كانت ايش بال وسط اما بالنسبة لموضوع stereo isomers حكا اما بيكون قلضمع قلضق او ايش بتكون ketosugar اما بيكون enansomers اما بيكون diastereo diastereomers هاي ايش تتميز تكون انه مثلا mirror image يعني لما نحطهم على المراية لما نحطهم على المراية بال بعض يعني بيطبقوا عبعض يعني بالمرأية اللي هي برضو ايش بتتميز mirror image المير image اللي هي ايش بتكون can't be هياتها can't be superimposed زي اليدين مثلا لما نحطهم فوق بعض انه جرب اطبق اليدين عبعض بيطبقوا بس ولكن مررهم بشكل افقي ما بيطبقوا يعني ايش بتكون can't be superimposed اللي هي ايش بنسميهم enanxiomers diastereo isomers not mirror image مش mirror image ليش لانه يعني بكون عندي اكتر بعض رددات هون لو نلاحظ انه بس انه لو بدنا نطبق هاي ما بيكون عندي ما بتكون على صورة mirror image هلا رح ناخد امثلة رح تفهم اكتر هون اللي هي ايش هاي ما بنحسب هاي بنحسبها isomers انتبهوا اللي هي campy superimposed ولكن هدو اللي ما بمره فوق بعض بشكل افق وبيكون mirror image ايش بنسميهم بنسميهم enanxiomers طيب خلينا نشوف هذا المركب هون في عنا ايش glycero aldehyde وال glycero aldehyde طيب هون ايش بنقارن elder sugar مع elder sugar اذا ايش رح يكون عندي التصنيف رح يكون ضمن رح يكون ضمن not structural isomers ليش لانه انا عندي elder مع elder sugar طيب elder sugar مع elder sugar يا اما بتكون ايش يا اما بتكون di-stereomers يا اما بتكون ايش enanxiomers اذا كان اختلاف فيطبقوا على بعض بالمرأي mirror image ايش بتكون enanxiomers طيب هدول mirror image يلا نجرب نمررهم فوق بعض بخط وفقي ايش بيكون ايش mirror image لانه الاختلاف حوالي درة واحدة فقط هياتها لما امررهم فوق بعض بيكون كل اش بيطبق مع ايش درة واحدة اللي هي ايش ما بترضى تطبق عشان هيك ايش هدول رح يكون هون رح يكون اين شو مرح example of the hexoses are هلا في عنا ايش هيكسوس ايش الامتلاحة كان عن التيروس والتريوس والبينتوس هلا رح نحكي عن ايش الهيكسوس الالدو هيكسوس الكيتو هيكسوس زي الكلو كوز المانوز والجالاكتوس هدول التلات بيكون الالدو اما الكيتو ايش زي الفركتوس طيب خلينا هلا بدي انزل هون برجع للسلايد في عندي برضو اشي بسيط اللي هو ايش اسمه الابيميريك كاربون طب ايش الابيميريك كاربون يعني ببساطة انا بيكون عندي هون مركب مثل اللي غلوكوز هون مركب ثاني مثل ايش مثل المانوز بيكون نفس الستركتور نفس الستركتور نفس الستركتور بس اختلاف حوالي كربونة واحدة فهدول ايش بسميهم بسميهم بسميها هاي الكربونة ايش بسميها الابيميريك كاربون زي ايش مثلا عندي الغلوكوز مع المانوز على الكربون التانية والكربون الرابع بالغلوكوز مع القالكتوز خلينا هون نرجع هاي هون الغلوكوز مع المانوز حكينا بيكون على الكربونة التانية هاي ايش بنسميها الابيميريك كاربون اللي هي ايش؟ بالجلوكوز مع الگلوكوز هلا بدي تحكولي ايش العلاقة بين الجلوكوز والفركتوس ايش بدهم يكونوا؟ انا بقارن قلدي شغر مع كيت الشغر اذا رح يكون عندي ايش؟ رح يكون عندي استراجط ايزمارس استراجط ايزمارس لا تنتابهوا لها طيب الگلوكوز مع المانوز حكينا ابي مارز الگلوكوز مع الد çocuğ ابي مارز طيب المانوز مع الدiceps هاي مهم جدا تركزو فيها خلينا نجرب اول اشي انا قل د مع قل د ايش رح يكون يئما رح يكون Damen رح يكون ايش إنا شمر اذا كانوا تريد المائل ايش بيكون ايش اذا كانوا ايش و هون برضو برضو في عندي ايش برضو في عندي اختلاف ولكن هذا الاختلاف ايش بيكون هذا الاختلاف اللي هو ايش こちら وبالتالي هدا الاشي رح يكون عندي رح يكون عندي ايش دايستوريومرز ليش لانه نط ميرور ايماج هاد الاختلاف هان حكينا عن الابي ماريك كاربون اللي هي ايش الكربون الثاني بالمانوز الكربون رابع بالغلوكوز مع غالكتوز طيب هلا ايش اهميتها هاي المهم انتبهوا اخدنا اهمية السكريات الخماسية حكينا بتكون بالكوينزايمز حكينا بتكون موجودة بالاتب بالستركتر برضو للا دي ان اي والار ان اي حلا في عنا ايش للهيك سوسي اللي هي ايش ايش الكرب شو قاله ايش لانه موجود بالعينة طب اول ايش ايش دكستور تاتري ليش لانه حكينا بينحرف لليمين بيكون اختصار دي او بيكون ايش بيرمز له شحنة موجبة هادي طبعا هو ايش اهم السكريات الموجودة برضو السكر الاساسي للطاقة برضو برنسبل شوغار يوز دي بايد تيشيو اللي هو بيستخدم شكل اساسي يقبل انسج الجسم موجود بالفروت بالفيجتابلز اه ايش انه هو الوحد الاساسي مونوسيكرايد ايش بيعطيني دي سيكرايد اللي هي مثل ايش مثل ايش مثل هاكناها بداية المحاضرة ش mình Gateway and deliver other tissues اه it is the convert to the all carbohydrate in the body اه ضل علينا جزئية جدا جدا بسيطة راح نحكي فيها عن Deiffructose ورح نعكي عن ايش عن الدي جالكتوز طب ليش دي بالتحديد لانه حكينا بداية المحاضرة انه معظم المركبات في جسم الانسان بتكون على ايش على صيغة الدي طبعا هلا الفركتوز اللي هو ايش نفس الفريوت شغر بينما الجالكتوز اللي هو ايش الملك شغر طيب الدي فركتوز اللي هو الفريوت شغر ايش بنسميه برضه ليفيلوز اللي هو ايش لانه ليفوريتاتر لانه بيتم حرفه لليسار بواسطة المحلول برضه اللي هو ايش حكينا بمزقله بشحنة سالبة بيكون بهذا الشكل it is the main sugar of semen source of اللي هو الانيرجي for the sperms بعض الطاقة للسperms sweeter than glucose بيكون اكتر حلاوة كطعم من الجلوكوز present in the honey fruits it is enter in the formation of the saccharose اللي هو السكرز عبارة عن ايش مش مونوسكرايد عبارة عن ايش عن دايسكرايد بيدخل فيه تركيب وايش اللي هو الفريكتوز and glucose in the liver it is be converted into glucoz بتحول ايش تصير له ل glucoz بالنسبة للgalactose او الملك sugar it is the synthesis in the memory gland to make the lactose of the milk اللي هو ايش بيكون بالمامري glucoz عشان يامل اللي هو ايش lactose of the milk اللي هو برضه in the liver it can be converted into glucose هاي الاشياء مهم جدا برضه بيدخل فيه تركيب اللي هي ايش الدهون اللي معها سكريات خصوصا وين بال central nervous system جهاز العصبي المركزي الديمان نوز برضه اللي هو ايش حكينا في عندنا المان نوز والgalactose والglucoz هدول ايش بيكونوا هدول بيكونوا ايزومار it is an a constituent of the money glycoprotein هو ايش بيدخل فيه بناء glycoprotein الهون ان شاء الله بنكون وصلنا لنهاية شرح المحاضرة الاولى من مادس المركزي الربجي ان شاء الله تكونوا استفدتوا وكل التوفيق ونجاح يا رب ويعطيكم العافية شكرا